السلام عليكم يا ربي تكونوا بألف خير النهاردة هنكمل مع بعض سلسلة تخزينات الشتاء وتجهيزات رمضان وهنسلق مع بعض الكرومب بطريقة سهلة وبسيطة بدون أي إضافات هتحافظ على الكرومب بتاعك لأطول فترة ممكنة في الفليزر وهتطلعي كأنه فرش معاك شايفين؟ بطريقة سهلة وبسيطة هنسلق مع بعض الكرومب ونكمل سلسلة تجهيزات رمضان كنا جهزنا مع بعض قبل كده تفريز البسلة وتفريز خضرة المحشي وكمان تفريز الصلسة النهاردة هنفرز مع بعض الكرومب من الحاجات السهلة اللي انت تعمليها بس هتفرق معاك كتير وهتوفر عليك وقت كبير جدا ومجهود كبير جدا أيام رمضان لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو يلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة والمقادير طريقتنا بسيطة جدا جدا وكمان ما عندناش مقادير إلا الكرومب بس النهاردة لو عندك كرومب كبيرة ما شاء الله زي بتاعتي كده بسم الله ما شاء الله حجمها كبير هنسلقها بطريقة سهلة جدا بدون ما تقعود تفكيكيها ولا الورق بتاعها يتقصر منها الكرومب في الشتاء بيكون سعره بسيط وكمان بيكون حلو قوي لأنه بيكون كرومب بلدي بيكون طعمه جميل جدا فهنستغل الفرصة كده ونجيب كمية من الكرومب ونبدأ نخزينها يعني فكرة تساعد في الميزانية فكرة اقتصادية كده وكمان مش شرط ان انت تخزيني بكميات كبيرة جدا يعني لو الفليزر بتاعك صغير فبتخزيني كميات بسيطة على قدك بس في الوقت اللي انت تحتاجيها فيه بتكون موجودة معاك فبتفرق معاك كتير تمام؟ فبجيب الكرومب بتاعتي وببدأ ان انا اعملها كده على شكل مربع من فوق بحيث ان انا اشيل القطعة بتاعة الراس دي وياها كمية من العروق الجامدة او الجدوع بتاعة الكرومب كده وبقطع لتحت وبحاول اجمع المربع حوالين بعضه كده فبتطلع معايا سهلة جدا انا هنا بقربها للكاميرا علشان تشوفوا العمق اللي انا عملاها في الكرومب شايفين؟ طلعت كده الراس بالكمية اللي معاها دي خلي بالكم ان انا وصلت كده لقلب الكرومب يعني نزلت حوالي 10 سنط كده فانزلت القلب الكرومب من تحت فبتكون جاهزة معايا كده الكرومب للسلق بدون مفصصها ولا فرطها ورق ورق ولا اي حاجة عشان احافظ على الورق بتاعها بالذات لو الكرومب صبح معاكي علشان ما تتقصرش تمام كده بجيب عجانة كبيرة كده وحطها على النار على البوتاجاز فيها نصها مية وبستنى المية لاول متالي خلي بالك لازم ان تكون الحلة بتاعتك اللي هتسلق فيها او العجانة اللي هتسلق فيها مناسبة للكرومب بتاعتك تمام؟ يعني ما تكونش الكرومب كبيرة اوي وحطها في حاجة صغيرة مش هتنفع لازم ان تكون حاجة كبيرة بحيث الكرومب تنزل فيها تغطس وكمية المية اللي نصها دي لما حطت الكرومب هتعلى للاخر تمام؟ ضفت عليها ملح وكمون يعني الاضافات العادية جدا لسلق الكرومب على فكرة انا حطتها الاول على وشها اللي انا شلت منه الراس فبيبدأ بخار المية يدخل جوه الورق كده ويطريها ويبعدها عن بعضها كده تمام؟ وكمان بعد كده بروح قلبها على ظهرها فبيطلع معايا الورق بتاعي صريح كده وكمان مسلوق وطري وحاله خلي بالكو كمان ان الكرومب الشتاء ما بياخدش ورق وقت خالص في السلق بتاعه فيدوب بنغطسها في المية مجرد ما بتطرى معايا كده وبتكون زي ما احنا شايفين كده طلعة زي المناديل البيضة كده بسم الله ما شاء الله الكرومب بتاعتي كانت كبيرة جدا فشايفين حتى الورق بتاعتها هتفرض معاك كمية كبيرة من الورق تمام؟ شايفين كده ببدأ كده ان انا اشد ورق ورق بتطلع معايا بكل سهولة بسم الله ما شاء الله الكرومب كانت كبيرة فالورق بتاعها زي ما انتو شايفين معايا ما شاء الله طبير جدا كده تمام بالشكل ده شايفين كده الكرومب سهل جدا ودي اسهل طريقة لسلق الكرومب والحفاظ عليه بخلص سلقها وبعدين بطلعها من المية السخنة على مية بردة وبشيلها تاني على طول علشان احافظ عليها لان طبعا احنا هنخزنها في الفليزر ولما بتقعد وقت كبير في الفليزر الفليزر بيساعد كمان على التسوية يعني علشان مطلعهاش بعد كده قلقاها مهرية مني تمام؟ وهقولكو كمان على خطوة مهمة جدا لما اطلعوا الكرومب من الفليزر لازم ترجعه تاني كأنك هتسلقه من اول وجديد يعني بتطلعي من الفليزر متجمد وتنزليه في مية مغلية لحد ما يفك تماما في المية المغلية دي وبعدين بتبدأي تحشي تاني تمام كده؟ يعني دي الخطوات المهمة اللي لازم ناخد بالنا منها وبعدين احنا بنقطع الكرومب بالطريقة العادية جدا اللي احنا متعودين عليها مع بعض ان انا بشيل الجدوم من فوق كده وببدأ الف ورق الكرومب على بعضه وبعدين ببدأ اقطعه كله سوى واحد يعني ما شاء الله الورقة الكرومب اللي عندي هتجيب معاكي من اربع لفات او خمس لفات كل لفة كده على قد حجم صباعي المحشي تمام؟ هتفرط معاكي ورق كتير لو كانت بالحجم ده كل لفة من دول بتبقى شريط طويل كده بتقطعي منه على حسب المحشية بتاعتك او صباعي المحشي تمام؟ زي ما احنا شايفين مع بعض كده بنشيل الجدوع كده من فوق او العروق الجامدة دي وبعدين ببرم الورق بتاع الكرومب كده وبلفه حوالين بعضه بحيث يديني رول طويل كده وبعدين ببدأ اقطعها بنفس حجم الصباع بنفس العرض بتاع صباعي المحشي بتاعك بتاعك تمام كده زي ما بتحبي بقى حبها يكون عريض حبها يكون قصير شوية براحتك خالص بنلفه كده حوالين بعضه انا هنا بس فردته عشان اوريكه هيديكي قدي ايه شريط طويل كده او رول طويل قوي تبدأ اني تتقطعي منه على قد صباع المحشي بتاعك شايفين؟ تمام كده ببدأ بقى اقطع كل الكمية دي واجهزها معاك وبالشكل ده شايفين كده؟ حب ان انتي تسيبيه بالمنظر اللي احنا شفناه مع بعض ده رولات كده براحتك خالص حب ان انتي بقى تقعودي وتقطعيه على قد كل صباع محشي كده وترسوهم صفوف فوق بعض زي ما تحبي انا حبيت هنا وريكو لو مش عارفين تقطعوا على ايدكو زي فبتجيبوا ورقة الكرومب وتفردوها على الرخامة كده او على القطع بتاعة الخضار بتاعتك وبنقطع كده العرق الطويل جدا ده شايفين ما شاء الله الورق كبير قوي فببدأ افرده كده والفه رول حوالين بعضه كده تمام بحيث ما يتبهدلش مني وانا بخزنه وكمان لما اطلعه من الفليزر وابدأ اشتغل به تمام يفضل محافظ على شكله معايا وما يتقطعش بجيب الورقة كده بعد ما بلفها ببدأ اقطعها على حجم صباع المحشي وعرضه اللي انت تحبيه فبيديني الرلات طويلة كده زي ما قلتلكو شرايط طويلة كده وراء بعضه شايفين حبه بقى تقطعيها على قد الكل ورقة كده على قد صباع المحشي بتاعك زي ما تحبي وبتجهزيهم كده صفوفه بعضه على فكرة الكورمبة لما بتكون كبيرة كده ما بيكونش فيها جضوع كبير كتير ولا حاجة فبيكون كل الورق بتاعها زي ما احنا شايفين كده رؤية بالمنظر ده يعني يا ريت تختاري كورمبة وانت بتخزنيه تختاريه كده يكون مناسب جدا علشان ما يكونش فيه عرق كتير ولا حاجة الكورمبة متوفر في الشتاء بكميات كبيرة وزي ما قلتلكو بيكون طعمه ممتاز كمان وحلو قوي في السلق بتاعه ما بياخدش وقته خالص جاهزي كده ولو كمية بسيطة جدا في الفليزر كده هتفرق معاكي لوقت الازمات انما طول ما الحاجة موجودة فرش هاتي منها واشتغلي منها واطبخي منها على طول طول ما هي موجودة فرش وكمان بيكون سعرها بسيط يعني التخزينات دي احنا بنعملها لما بتكون الحاجة مش متوفرة على طول تمام مش في الموسم بتاعها وكمان لما بيكون سعرها غالي فبتفرق معاكي كتير تمام كده شايفين طريقة التقطيع على قد صباع المحشي كده على قد لفة المحشي ببدأ ان انا اقطع كده بالمنظر ده طبعا كلنا نقدر نقدر الموضوع ده وبقطع بالمنظر ده وبالف صفوف فوق بعضها كده قدامك الطريقتين دول يا اما تجهزيه زي ما انا بعمله كده او تعنيه رولات زي ما هو ملفوف كده على بعضها شرايط طويلة ده او ده بيكون حلو قوي اهم حاجة بنجهز كمية كده في البيت مش لازما نعمل كميات كبيرة ولا حاجة اما عن طريقة تخزينه فزي ما تحبي والمتوفر بالنسبالك اللي بتحبي تعمليه اعمليني ممكن ان انت تجهزيه في طباق فوم بالمنظر ده تمام ماشي مفيش مشكلة وبعدين بتغلي فيها بالستريتش ري تمام اذا حبت عيني في اكياس تلاجة على طول تمام برضو مفيش اي مشكلة اللي متوفر عندك فرازي فيه انا بقدم معاكو كمية بسيطة اهم حاجة الفكرة تكون موجودة علشان اتفرق معانا كتير حتى في رمضان واليوم بيكون قصير كده فتكون معاك الحاجات جاهزة وكمان ما تضيعيش اليوم في التجهيزات في رمضان بتكون كل حاجة جاهزة معاك يا دوب ان انت تجهزيها على الاكل كده فبتكون حلو قوي بتوفر عليك وقت كبير ومجهود كبير جدا وكمان بتديك وقت كده للعبادة فمش هيفضل اليوم من اوله لاخره فيه تجهيزات الاكل والعميل الاكل نفسه والحاجات دي كلها نفضل مقضيين اليوم في المطبخ لا خالص لما بتكون كل حاجة جاهزة معاك كده بتفرق كتير قوي بتحط كده كمية في الطبق الفوم على قد ما هاتحشي او على قد كمية المحش اللي انت بتعمليها حاولي تقدريها كده عينك الميزان فبتقدريها بالطريقة اللي انت بتحبيها وزي ما قلتلك ممكن تحطي في الاطباق الفوم وتغلي فيها باللستريتش راب او بتعينيها بعد كده في اكياس التلاجة زي ما بتحبي خالص انا بس عارفة ان كل شاطرين ما شاء الله عليكم بس بحاول اقدم لكم الفكرة علشان ما تتهشي مننا في ايام اللي هي الايام العادية دي او ايام الموسم اللي بتكون فيها الحاجة متوفرة طول ما الحاجة متوفرة في الموسم هاتي منها كمية كده وخزينيها وطول ما هي موجودة وسعرها حلو وبتكون فرش اتبخي منها واشتغلي منها وهي موجودة تمام؟ فكرة التخزين دي زي ما اتفقنا ان هي بتنفع معنا في وقت الازمات وكمان لما بتكونش الحاجة متوفرة في السوق او بتكون سعرها غالي يعني ما تخزينيش بكميات كبيرة اوي ولا ان انت تضغطي نفسك ولا حاجة ماديا وكمان في المجهود لا خالص هاتي كمية بسيطة كده وخزينيها تنفع معاك في الازمات وايام رمضان واشوفكم الفيديو الجاي على خير باي باي